التقى الشيخ عمر بن حبريش العلي رئيس حلف حضرموت ورئيس مؤتمر حضرموت الجامع يوم الثلاثاء في مدينة المكلة بجامع من مقادمة ووجهها قبايا النوح وكرس اللقاء لمناقشة الوضاع التي يمر بها الوطن بشكل عام وحضرموت على وجه الخصوص وأكد المجتمعون على موقفهم الدعم من استقلالية حضرموت في القرار والسيادة والحفاظ على وحدة المجتمع وقوات النخبة الحضرمية ولن يكون لهم أي مواقف مخالفة لذلك كما أكدوا بأنهم سيكونون دعمين لمصالح حضرموت وأهلاء معتبرين ذلك من الثوابت التي لا يمكن التفريط أو المساس بها واستعدادهم للدفاع عن هذه الثوابت